ما المهارات الأساسية في عملية التزوق الأدبي التي يجب أن يحرص معلم اللغة العربية على تنميتها لدى الطلاب المتعلمين في المرحلة الثانوية؟ هذه المهارات تعكس القدرات التي يجب أن نميها لدى المتعلمين حتى يتمكنوا من تذوق النصوص الأدبية التي يدرسونها تذوقاً أدبياً صحيحاً تشمل هذه المهارات أولاً القدرة على تمثل الحركة النفسية في القصيدة بمعنى أن يتمكن الطالب من استدعاء الحالة النفسية والتجربة الشعورية والموقف الوجداني الذي مر به الأديب أو الشاعر أو الكاتب ودفعه إلى قول هذه القصيدة أو كتابة هذا المقال إذ إن تمثل الحركة النفسية هو الباب الطبيعي حتى يتمكن الطالب من تذوق النص الأدبي أيضاً قدرة الطالب على أن يدرك أهمية الكلمة في القصيدة أو العمل الأدبي وأن يميز بين الكلمة المؤثرة والكلمة غير المؤثرة وأن يقدر مهارة الأديب أو الشاعر في انتقاء الكلمات وفي اختيار الألفاظ والمفردات حتى أن اللفظة تقع على معناها لا تؤدي أكثر من هذا المعنى ولا تؤدي أقل من هذا المعنى فالكلمة تختار في الأدب بعناية شديدة كذلك القدرة على إدراك الوحدة العضوية في العمل الأدبي وما بين أفكاره وعواطفه وصوره من ترابط واختيار العنوان المعبر عن فكرة الأديب وأحاسيسه هذه القدرة تتفق مع الأدب في العصر الحديث وما يتصف به من وحدة عضوية فالقصيدة وحدة واحدة والرواية وحدة واحدة ولا شك أن إدراك هذه الوحدة العضوية يشكل عاملا مهما من عوامل تكوين وبناء التزوق الأدبي للنص أيضا القدرة على إدراك ما في الأفكار من عمق وما في الألفاظ من إيحاءات وما في العبارات من معاني ومدى قدرة العمل الأدبي على نقل التجربة النفسية للشاعر هل استطاع بالفعل العمل الأدبي أن يعكس لنا مشاعر الأديب أن ينقل لنا تجارب الحزن والسعادة تجارب الانتصار والانكسار تجارب الفخر والهزيمة كذلك إلى أي مدى يوجد تلاؤم بين الفكرة التي عبر عنها الأديب أو الشاعر وبين القدرة على صياغة هذه الفكرة بلغة معبرة مؤثرة جذابة أيضا القدرة على فهم مكونات الصورة الشعرية وهي الأداة الأساسية التي يستخدمها الشاعر أو الأديب في التعبير عن التجربة التي مر به مدى قدرة الصورة الشعرية على التعبير عن أحاسيس الشاعر وعلى نقل الحالة النفسية للشاعر وعلى إحداث الأثر النفسي الذي يسعى إلى إحداثه الشاعر من خلال هذه القصيدة كذلك من أهم مهارات التذوق الأدبي الإحساس بالإيقاع الموسيقي في القصيدة والانفعال بهذا الإيقاع والاستمتاع به والقدرة على تمييز نواحي الجمال فيه هذه المهارات الأساسية لا تنتهي عند هذا الحد بل تنتقل إلى مهارة أخرى مهمة تتعلق بالقدرة على الموازنة بين قصيدتين أو أكثر في موضوع واحد والكشف عن نواحي الجودة والعيوب قمة التذوق الأدبي أن يتمكن الطالب من إصدار حكم على القصيدة التي يقرأها أو على الموضوع الذي يدرسه على أن يكون هذا الحكم في ضوء معايير محددة وفي ضوء أدلة مرتبة وعلى أن ينصرف الحكم إلى تقديم نواحي الجودة والامتياز سواء بسواء مع إظهار نواحي النقص أو العيوب كل هذه المهارات تحتاج إلى وسائل لتنميتها ما أهم الوسائل التي يمكن أن يستخدمها معلم اللغة العربية لتنمية التذوق الأدبي من أهم هذه الوسائل أولا قراءة النص الأدبي أكثر من مرة لأن القراءة المتكررة تكشف في كل مرة عن ناحية من نواحي الجمال في هذا النص عن ناحية من نواحي التأثير التي يمتلئ بها النص أيضا أن تكون هناك موضوعية في نقد النص وأن يتم تدريب الطلاب على أن يوجهوا نقدهم بشكل فيه موضوعية بشكل يبتعد عن التحيز وعن الذاتية وعن الآراء الشخصية غير المبررة وعن الأحكام المسبقة كذلك من وسائل تنمية التذوق الأدبي أن يعقد المتعلمون موازنات متكررة بين النصوص المتشابهة ليكتشفوا التشابه في الحالات النفسية التي عاشها الشعراء والتشابه في القدرة على نقل هذه الحالات النفسية عبر تجاربهم اللغوية وعبر صياغاتهم المختلفة الموازنة من أفضل الطرق لتنمية التذوق الأدبي أيضا أن يهتم المعلم بالتمهيد عند تدريس النص الأدبي الذي يختاره وذلك بأن يلقي الضوء بشكل كاف على جو النص والبواعث التي دفعت الشاعر إلى قول هذا النص والملابسات التي أحاطت به الوسيلة الخامسة أن يتشارك المعلم مع التلاميذ في نقد النص وتذوقه لا يجب على المعلم أن يقوم بهذا العب وحده وإنما يجب أن يتشارك مع المتعلمين وأن ينخرط معا في قراءة النص وفي تأمل النص وفي فهم النص وفي تذوق النص وفي نقد النص الوسيلة السادسة يجب التركيز على الروح النفسية والفنية المرتبطة بالنص المدروس لأن التركيز على هذه الروح يصرف انتباه المتعلم إلى جوهر الموضوع المدروس واجعله قادرا على الوصول إلى صميم التجربة التي عاشها الشاعر وتأثر بها كذلك لا بد لكي ننمي التذوق الأدبي من اختيار النصوص المناسبة لمستوى التلاميذ فالنص المعقد أو النص غير المناسب ينصرف التلميذ عن فهمه وعن تأمله ولا يعطيه الاهتمام الكافي اشتركوا في القناة